موسيقى أسعد الله أوقاتكم من فضائية العراق التربوية أحييكم وأقدم لكم درس جديد من دروس الحاسوب للصف الأول المتوسط درسنا اليوم راح يكون الوحدة الثانية الوحدة الأولى عفوا الفصل الثاني هو بعنوان البيانات والمعلومات في البداية نهاية هذا الدرس الطالب راح يكون قادر على أن يميز ما بين البيانات والمعلومات راح نعرف البيانات والمعلومات ويستطيع الطالب أن يميز أو يفرق بياناتها ثم عندي المفردات اللي هي الدياتا اللي هي البيانات والمعلومات الانفورميشن هذه المصطلحات حفظ بعد ذلك نأخذ النشاط الاستهلالي ونسأل الأسئلة التالية ماذا نلاحظ عند تجميع قطاع لعبة الألغاز البازل مع بعضها؟ وما هي علاقة الأرقام 0-1 بالحاسوب؟ إذن ما هو النظام العددي المستخدم؟ هذه الأسئلة هي اللي راح تخلينا ندخل على موضوع البيانات والمعلومات إذن الحاسوب جهاز إلكتروني إذ تعد الدوارة الإلكترونية هي التقنية المعتمدة بمكوناتها المختلفة سواء كانت تخزم بيانات ومعلومات أو تعالجها الفكرة الرئيسية أنه مفهوم البيانات يشبه إلى حد كبير لعبة البازل البيانات هي بالبداية عبارة عن أشياء بسيطة صور، رموز، حروف راح نجي نشوف شنو فكرة البيانات والمعلومات نركز على هذا الشكل راح نلاحظ أنه عندي بيانات تم عملية إدخالها ثم عملية معالجتها حتى تظهر لي بشكل نتائج وهي المعلومات هذا يذكرني بالدرس الأول اللي قلنا إحنا في عملية الحاسوب عندي دائما عملية إدخال ومعالجة ثم إخراج النتائج إذن البيانات إذا تم معالجتها راح تتحول إلى معلومات تمثل أيضا بالشكل الآتي لعبة البازل عندما تكون مباثرة معناتها ليست ذات قيمة أو ما بيهفد معنى معين بعد أن أرتبها هذه معناتها عملية معالجة تحولت إلى شكل واضح ومفهوم تسمى المعلومات إذن هذا مفهوم البيانات والمعلومات نجي على البيانات هي مجموعة أرقام وأحرف وكلمات ورموز وصور هذه تمثل حقائق وأحداث وهي صيغة غير مترابطة فيما بينها هنا راح يصير عندي هذه الرموز هذه الصور هذه الحروف هذه حقائق غير مترابطة مع بعضها لذلك سميت بيانات أي بمعنى أنه هي لا تعطيني أي معنى من تكون الوحدة بعد عملية المعالجة البروسس راح تصير أو تتحول إلى معلومات اللي هي ناتجة عن معالجة البيانات يدويا أو ألكترونيا أو معا تمتاز بالترابط واتساق المعنى وتكون قابلة لاستخدام في فهم الظواهر والأحداث أو شرحها عزيزي طالب حتى أميز بين المعلومات والبيانات البيانات هي رموز أرجع أكرر رموز صور حروف حقائق ليست ذات معنى لا تأخذ معناها الحقيقي إلا إذا تم معالجتها بيانات أولية مدخلات بدون أي معالجة تحتاج إلى معالجة رقمية أو يدوية إلكترونية حتى نقدر نحصل منها على المعلومة أما المعلومة طبعاً عفواً البيانات غير مترابطة مع بعضها مثلاً على سبيل المثال أقول كلمة سيارة السيارة لا تعني لي شيء لأنه كلمة واحدة غير مفهومة وليست هي جملة إذن هنا ما رح تنطيني معنى أو دلالة على شيء مثلاً أقول خمسين رقم خمسين ما رح يدل على شيء مهم إلا إذا دخل ضمن جملة معينة بعد عملية إجراء المعالجة رح يصير عندي ترابط ما بين هذه البيانات تظهر لي جملة متكاملة أوصل من أزهل إلى المعلومات إذن المعلومات هي ناتجة عن معالجة البيانات يدوياً أو ألكترونياً أو معاً تمتاز بالترابط وتكون قابلة للاستخدام في فهم الظواهر وتفسيرها نأخذ هذا المثال لاحظوا ويايا هذا الجدول البسيط هو بيانات مثلاً أقول أربعين كيلوغرام كلمة علوم كرة القدم خمسين لما هواية الجامعة ثمانين ثنعش سامر القراءة وزن الامتحان السباحة إضافة إلى الصور عزيزي الطالب هذا الجدول وهذه الرموز الداخل ليست ذات معنى فهذه معنى هي البيانات أولاً هي الرموز غير مترابطة مع بعضها البعض ولا يمكن فهمها قد ما ألاحظ هذا الجدول مثل ما لاحظت عزيزي الطالب أنه هنا هذا الجدول غير مفهوم راح نجي نحاول نحولها إلى معلومات كيف ممكن أن تتحول إلى معلومات عندما أختار كلمة لما عمرها 12 عام هوايتها القراءة وزنها 40 كيلوغرام أصبحت جملة متكاملة ثم سامر هوايته السباحة حصل على 80 في مادة العلوم هنا تكونت الكلمات في جملة واضحة المعنى تحولت من بيانات إلى معلومات إذن نستطيع القول من باب التشبيه أنه البيانات قد تكون كلمة واحدة مفردة بلا معنى حين تدخل في جملة واضحة ستكون هنا معلومة مثلا على سبيل المثال أقول الطالب فقط الطالب لا يعني لي شيء كلمة الطالب ليست ذات دليل أو معنى لكن حينما أدخلها بالجملة أقول الطالب نجح في الامتحان هنا أصبحت معلومة وحقيقة مترابطة مع بعضها أنطت معنى واحد هو أنه الطالب نجح في الامتحان إذن عزيزي الطالب يجب التمييز ما بين البيانات وأرجع وأكرر أنه هي تطلق عليها بالإنجليزي داتا إذن بيانات هي ال داتا أما المعلومات فهي ال information بهذا الشكل تمثيل البيانات في الحاسوب الحاسوب جهاز إلكتروني يعمل بوجود تيار كهربائي ولا يستطيع الحاسوب فهم البيانات التي نتعامل بها مثل الأحرف الأرقام الرموز والصور إلا حين تحويلها إلى إشارة كهربائية النظام الثنائي هو المستعمل لتمثيل البيانات في الحاسوب لأنه يمثل حالة الإشارة الكهربائية إذن الحاسوب جهاز الإلكتروني يحوي عدد كبير من الدوائر الإلكترونية المعقدة يعمل بطريقة أنه يعتمد على الإشارة الكهربائية لهذا السبب اعتمدنا به على النظام الثنائي لنرى كيف تم ذلك تدفق التيار الكهربائي راح يكون هو الأون في مرور ويرمز له بالرمز واحد وعدم تدفق التيار الكهربائي راح يكون الرمز صفر لماذا اختير النظام الثنائي لتمثيل البيانات لأنه راح يحتوي حالتين هو الواحد والصفر إذا إذا أريد أشبه النظام الثنائي راح يكون عندي الواحد هو الأون كأنه أنا أفتح عملية فتح الدائرة الكهربائية إذن هذا دليل على إشارة كهربائية وإذا كانت عملية إغلاق صفر فهذا إطفاء الجهاز أو النقطة مرور التيار الكهربائي هذا تقريبا تمثيل النظام الثنائي يسمى بالبايناري سيستم النظام الثنائي للأعداد إن شاء الله نأخذه بالدروس المقبلة لكن إحنا حبينا نميز إنه ليش الحاسوب اعتمد على النظام الثنائي لأنه يمثل لحالتين هي الواحد والصفر تشغيل وعدم تشغيل وجود نبضة كهربائية أو عدم وجود نبضة كهربائية أو نقدر نسميها on و off على سبيل المثال راح ناخذ الشكل الآتي بالضبط راح يمثل لعملية الان رقم واحد ويكون الضوء يعني واضح إنه مضاء عملية الوف صفر وتكون الدارة الكهربائية مفتوحة واللي يكون المصباح هنا راح يكون عندي مغلق أو يعني غير مضاء هذا هو اللي راح يمثلي بالضبط هذا الشكل راح يمثلي مسألة النظام الثنائي إذن نخلص إلى الآتي إنه إحنا بهذا درسنا والضحنة البيانات والمعلومات البيانات هي رموز صور حروف كلمات غير مترابطة وغير منسجمة مع بعضها ولا تعني شيء إلا إذا تم معالجتها يدوياً وألكترونياً بعد عملية المعالجة تتحول البيانات إلى معلومة واضحة وثابتة مترابطة فيما بينها وتكون بشكل جملة واضحة المعنى ولها هدف استطيع استخدامها في شيء آخر وأساساً ليش اعتمدنا نحن بالنسبة للحاسوب لأنه عبارة عن جهاز إلكتروني يعتمد فيه عمله على مبدأ التيار الكهربائي على أساس الصفر والواحد ولذلك اعتمدنا على النظام الثنائي النظام البايناري هنا راح يصير عندي عملية ON اللي يتمثلي رقم واحد وصفر اللي يتمثلي عملية OFF تحياتي لكم ألتقيكم إن شاء الله في درس قادم شكراً جزيلاً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة